بعد توقف دم أكثر من عام بسبب جائحة كورونا يفتح الستار من جديد على ركح مصرح البلشوي في موسكو وفق قواعد وشروط جديدة لحضور العروض المصرحية فالحضور لا يجب أن يتجاوز 50% من سعة المصرح مع الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع عدوى كورونا اشتغنا كثيرا إلى المصرح افتقدنا هذه الأجواء وتفاعلات الجماهير عدنا للعمل مجددا في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا لكن الأهم بالنسبة لي كممثلة هو العودة إلى الخشبة والجمهور المصرح بعد كورونا ليس كما قبله الفيروس تسلل إلى النصوص المصرحية هذا العرض الفني سافر بخيال رواد المصرح إلى تاريخ الإنسان في صراعه مع الأوبئة في مصرحية تروي تفاصيل حياة الناس في حقب كان الوباء فيها هو العدو الأول للبشرية هذه المصرحية مميزة لأنها تحمل الكثير من اللحظات الدرامية التي تحكي الواقع الذي عيشه البشر في معاركه من أجل الانتصار على الأوبئة في القرن التاسع عشر الدرامة المصرحية عادت إلى الخشبة بعد انقطاع طويل استمتعنا بقصة تاريخية في قالب أوبرالي تجسد البعض من محطات نضار البشرية على رغم من أن بعض المنصات الإلكترونية أتاحت المجال للممثلين لتقديم عروضهم عبر الإنترنت إلا أنها لم تفلح في تعويذ متعة المصرح ومشاهدة أداء الممثلين على الخشبة فلا مصرح بلا جمهور كما يقال فالجمهور يعد مقياسا لنجاح الأعمال والعروض المصرحية في الكثير من الأحيان لم تؤثر جائحة كورونا في روسيا على الاقتصاد فقط بل أثرت أيضا على الفن يحاول المصرح في روسيا تحدي الجائحة والقيام بأعمال مصرحية تعكس الواقع الروسي يوسف بيغار الغد موسكو اشتركوا في القناة